قال فوتشيش بعد أن تلقى الجرعة الأولى من اللقاح أشعر أنني بخير وأضاف فوتشيش أنه سيحصل على جرعة ثانية من اللقاح في غضون ثلاثة أسابيع وأنه يوصل مواطنين باختيار اللقاحات الصينية كما أكد على أن إنتاج اللقاح يحمل نفس الأهمية بالنسبة لصربيا وأعرب عن أمله في تطوير التعاون مع الصين في مجال التكنولوجيا الحيوية وعند سؤاله عن سبب تلقيه اللقاح في هذا الوقت قال فوتشيش أن أخبارا تحدثت عن نقص اللقاحات في صربيا لذا قرر أن يتلقى اللقاح بعد أن يتلقاه مليون مواطن صربي أولا ونشر فوتشيش بعد ذلك مقالا على مواقع التواصل الاجتماعي يعرب فيه عن شكره للعاملين في المجال الطبي وشكره للأخوة في الصين ووفقا للبيانات الصادرة عن محطة الإذاعة والتلفزيون الصربية في السادس من الشهر الجاري أكملت صربيا ما يقرب من 2.6 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 حيث تلقى أكثر من 1.11% مليون شخص في البلاد الجرعة الثانية من اللقاح كما وصلت الدفعة الرابعة من اللقاح الصيني في الخامس من الشهر الجاري إلى العاصمة الصربية بلغراد وحتى الآن فقد تلقت صربيا أربع دفعات من اللقاحات من شركة سينوفارم الصينية